بسم الله الرحمن الرحيم يكون الناس كالفراش المبسوس وتكون الجبال كالعين المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبسوس وتكون الجبال كالعين المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية نار حامية وما أدراك ما هي قارعة يوم يكون الناس كالفراش المبسوس وتكون الجبال كالعين المنفوش نار حامية وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما هي نار حامية نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبسوس وتكون الجبال كالعين المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبسوس وتكون الجبال كالعين المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما يكون الناس كالفراش المبسوس وتكون الجبال كالعين المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من ثقلت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبسوس وتكون الجبال كالعين المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من ثقلت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم من ثقلت موازينه قارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبسوس وتكون الجبال كالعين المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من ثقلت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبسوس وتكون الجبال كالعين المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من ثقلت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم من ثقلت موازينه فأمه هاوية فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من ثقلت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبسوس وتكون الجبال كالعين المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من ثقلت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبسوس وتكون الجبال كالعين المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من ثقلت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يوم يكون الناس كالفراش المبسوس وتكون الجبال كالعين كالفراش المبسوس وما أدراك ما ما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم كالفراش المبسوس كالفراش المبسوس وما أدراك ما القارعة يوم يوم يكون الناس كالفراش المبسوس كالفراش المبسوس كالفراش المبسوس وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبسوس وتكون الجبال كالعين المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبسوس وتكون الجبال كالعين المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبسوس وتكون الجبال كالعين المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من ثقلت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبسوس ومن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من ثقلت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ومن ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من ثقلت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر